طبعاً إحنا محافظتنا من المحافظات المنسية والمظلومة والمنكوبة بنفس الوقت ليش منسية ومظلومة ومنكوبة؟ أولاً إحنا محافظة غير منتجة معاملنا اللي موجودة معطلة معامل النسيج معامل المطاط معامل الألبان كل هذه المعامل اللي تابعة لوزارة الصناع العفو هي غير فاعلة ومهملة وبالتالي صادت هجرة موظفينها لدواء الفكر الاختباط اللي موجود هذا واحد محافظة زراعية وماكم أي محافظة غير دينية ما عندنا سياحة ما عندنا غيرها ما عندنا محافظة مو منتجة للبترو دولار أو البترول فبالتالي إحنا تخصيصاتنا تختلف عن المحافظات تخصيصاتنا تختلف عن النجف عن كربلة عن الحلة عن باقي المحافظات الأخرى بهذه السنة إحنا كانت محافظتنا والسنوات السابقة تتنافس مع السماوة على مستوى الفقر أو الثاني ديوانية أول سماوة ثاني يعني بالتالي لكن عدكم صندوق المحافظة لأشد فقرة تمام في هذه السنة الماضية السماوة خرجت من أشد فقرة بسبب أنه أغلب استثمارات المحافظات بنسبة الاستثمار أكثر من 42% استثمار في محافظة السماوة والديوانية أقل من 5% بهذا الموضوع رجال الأعمال والشركات والتوجه الحكومي توجه للسماوة والديوانية هذه المحافظة فقط 5% نحن اليوم ليش أقل من 5%؟ يعني بعد تدري سياسة هيئة الاستثمار الوطنية غيرها من الأمور